استهلاكية بانتياز المختلف أنواع المواد المخدرة نلاحظوا التنابيضة إستهلاك المخدرات في بلدنا مست مختلف الشرائح خاصة الوسط أسري ارتفاع نسب العم في علاقة بجرائب المخدرات جرائب منظمة عبروطنية كما كنا نحكي في الوسط المدرسي مست تليم ذا والطلبة مختلف الشرائح العامرية من أرض ماشي هي رسالة بشي أداء الأخصائي النفس التي كتبت عندها عشر مدير استعمال كما الحالة مجموعة في الوسط المدرسي لا يقصد عليها جرائت أحنا خدمنا على ثلاثة حاجات اللي هو البعد الوقائي البعد الزجري واستراتيجية وزارة الداخلية في مكافحة العم في الوسط المدرسي كما تعرفون نس كل أحنا كوزارة الداخلية مهمتنا الأصلية هي حماية المواطنين في الفضاء المدرسي في مكافحة الجريمة في الفضاء الرياضي هذاك عليش بالنسبة لنا بدنا بحملات هاتفة حملات عطاة الأكل انتاحة كما تعرفون البارح واليوم عنا العملية النوعية اللي صارت على مستوى مروجي المخدرات والمفاتشين عنهم الخطيرين هذيك الكل باش نوصلوا ما نبقوش نستنوا في المروجي اللي نوصلوا والمؤسسة التربوية خدمنا لهم في العمق والحمد لله النتائج كانت إيجابية أهم النتائج بالنسبة لحنا الحملة وصلنا والحمد لله بخلاف اللي عطيناه البارح مئتين وخمسة مورد في ترويج المخدرات ومفاتش عنهم الخطيرين زدنا اليوم براسك سبعتاشن واحد يعني هذه الخدمة نحكي على مروجين ما تحكي ليش على واحد جاي بقرأس مخدر جدام موسطة التربوية نحكي على الأقل بالنسبة لأحنا الحيتان والناس اللي يحسوا رواحهم بارونات وفوق العدالة خدموا عليهم وشدينها ليطمئن الجميع خدمة متواصلة يعني خدمة سابقة خدمة نوعية الفنهاري نظومة وتهنوا في الأيامات القادمة مزلتوا بشتسموا النتائج والفضل هذا كل بالنسبة للمفتش عنهم في محيط بالنسبة للمفتش عنهم في محيط المؤسسات التربوية هل فما أرقام؟ فما أرقام بطبيعة عنا وصلنا 117 حصيلة نتعى نهارين التالي يعني 117 واحد مفتش عنهم بالمؤسسات التربوية بيش نبدو واضحين ما نيفش نقول رأي مفتش عنهم خطيرين أما بمنشور أو ززمة نشير تفتيش والحمد لله ما التزمناش بخدمة على المؤسسات التربوية انتشرنا حتى المحيط البعيد من مؤسسات التربوية خاطر هذه كانت خدمة لازم تكون في العمق من 15 سبتمبر إلى حد الساعة فما قرابة 711 عنهم في محيط القريب والبعيد من مؤسسات التربوية وخدمة زادة كيف كيف شكر خاص لشرطة البلدية اللي قاعدة تخدم على أي حاجة تعرض الصحة منتع أولادنا وجيل الغد في المؤسسات التربوية للمذار كل ما فما ترويج مخدرات كل ما المخم منتع البشر ما يكون سليم كل ما يكون الحركات انتاعها ولا التصرف غير مدروس ويوصلنا وبطبيعة بدراسات معمقة لوزارة الداخلية خاطر كل ظهرة نعملوها دراسة ونخدم على البيانات قاعدة البيانات اللي حكيناها اليوم في اليوم الدراسي هذاك عليش بالنسبة هي ارتباط ترويج المخدرات بالعنف والعنف زادة اللي قاعد يتسلط سواء في الوسط المدرسي أو كذلك في الملاعب الرياضي كنقوله نقاط سوداء خلي يسمع الناس الكل رغم فما بلايس على بلايس فهم انتشار انتاع ظواهر احنا نتبعهم لكن الحمد لله في استراتيجية انتاعنا والعمل الميداني خدمنا خدمة كبيرة باش معاش نحكوا على نقاط السوداء وكي ما قلتلك كنوصلوا ليد الامن بالتنسيق مع نياب العمومية تطال بارونات ومروجي مخدرات اللي كانوا في فترة بعيدة ماننجموش نوصلو لهم افهموا احنا رمعاش بشي قلقنا حد شيء كوزارة الداخلية الضبطيات اللي عملناها نوصلوا طوى في تسعة شهور لسنة الفين واربع وعشرين وصلنا بريسك تورناتا قلنا بهندي وصلنا ينعم ينعم وصلنا خمسمائة واربعين الف قرص مخدر نحكي على المستوى البطني وهذه مجهودات كلمة حق الدوانة التنسية الحرص الوطني وكذلك الامن الوطني خدمة كبيرة برشة ومسالش مدام احنا في اليوم الدراسي هذا اقوى مخدرات قاعدة تمشي هي لقراص المخدرة خطر على اساس انها صغيرة وتنجم تتحط في اي بلاسة ومن في قشباها والحمد لله بالنسبة اللي احنا كنقول خمسمائة الف قرص مخدر تعالش مضى خمسمائة الف يعني كان كل تلميذ مش يستعملنا عنا خمسمائة الف فتح افاق على العمل المشترك خطر احنا نحكو على العمل المشترك كبير برشة وزارة الداخلية لن تتوانى باشتخدم خدمتها واكثر من خدمتها لكن فم عمل مشترك لجميع الوزارات احنا مدين يدينا كوزارة الداخلية وماذا بينا الوزارات الاخرى قاعدة تعاوننا وتزيد تعاوننا في المجهود هذا ونبدو زادة كيف نحكو اكت التلميذ اللي هو ولد صغير لازم يلقى صحة طيبة يدخل مؤسسة عمومية باهية يقرأ واذا مقراش لازم فما تكوين مهني باش ما ينخرطش في الاجرام ويقول لك قوتي ولا لازم يجيب يدخل فلوس نفس الشي سوق الشغل لازم نوفروله ظروف ملائمة او نفتحوله افاق هذه هي الاستراتيجية العامة للدولة ووزارة الداخلية احنا ماذا بينا الناس كلت انخرطت معنا في الحكاية هذه رسالة الطمانة اللي وزارة الداخلية فما وحدة قيادة فما تعليمات مقادلة على القوات المسلحة باش نخدموا خدمتنا واكثر من خدمتنا والتعليمات واضحة خاطر احنا اذا تحب تهدم جيل تهدمه في صحته وفي مخه وفي تربيته احنا بالنسبة لي احنا ان شاء الله نقطعه مع كل من يتسوله نفسه باش يحاول يلعب بجيل الغد واحنا جاهزين كوزارة الداخلية لكن المطلوب من الاولياء المطلوب من جميع الوزارات تنخرطت معنا في المجهود الكبير اللي نخدموا به القرص المخدرة سهلت الاختفاء وبالنسبة هو حتى كتتباع من في قشبها الحمد لله كي قلت لك رأنا 500 الف قرص مخدر في التسعة شهور لـ 2024 تفهم مجهود الكبير للوزارة الداخلية وماشين ان شاء الله باش نقلصوا في انتشارها ولم لا في فترات معينة بتوفر الإيرادة احنا ان شاء الله نقضي عليها في تونس والله نحكي تظاهرة البركاجات غير بركة الاحسائيات موجودة الظاهرة قاعدة تتقلص ما تقولوا ليش خطر احنا بالاحسائيات وماش بش نقولوا نطمنوا العباد هكاكة والمواطنين انتنا الظاهرة قاعدة تتقلص فما خدمة كبيرة مربوطة بوزارة الداخلية قاعدين مخذين على عاطقنا الخدمة ذيك دورياتنا في الأوقات ولا نقاط السوداء اللي سميتوهم ولا في بلايس اللي احنا تتكرر فاها العملية ذيك قاعدين نخدموا في خدمة كبيرة ليطمئن قلب الجميع اخرجوا اتفرهدوا بالنسبة لنحنا وعملوا اشغالكم رأي وزارة الداخلية متعافية وقاعدة تخدم في خدمة كبيرة وان شاء الله تونس ديما بخير تناوي تهريب تطور الفرق المتأخذ من طرف الشبكات الأوروبا وكما أنه بوابة إلى إفريقيا بالتالي بلادنا على مرء التاريخ كانت منطقة مبدأة هم في علاقة بظاهرة العنف في الفضائيات التربوية على مستوى ولايات تونس الكوبر حف شرط عام فاتن ماتوسي رئيس لدارة الفراية الوقاية الاجتماعية ورئيس فريق العمل المكلف بإعداد ورشة لدارة العامة للأمن العمومي المتعلقة بمكافحة العنف في الفضائيات المدرسية وفي محيط المؤسسات التربوية هذا النشاط كان بتكليف لدارة العامة حرصنا أنه ما يكتفيش بيوم فقط يكون على مساوى ورشة وإنما سبقها جملة من الأنشطة كنا تنقلنا داخل الفضائيات التربوية والمؤسسات التربوية بكل من شباء وغردي ما مدرسة أعدادية ومعهد ثانوي وهذا اليوم التكويني أو اليوم الدراسي الأول موجه لقيادات أمنية وهناك يوم ثاني على مستويلات بنزارة لفاية القيادات الأمنية ثم لدينا برنامج زيارة لفاية التلاميذ والإطارة التربوية لإدارة شرطة عدلية ليتم اختتام بكل هذه الفعاليات بورشة ختمية إن شاء الله بيش تكون في آخر شهر نوفمبر كورشة يعني ركاب يعني لكل هذه الأنشطة وأكيد بيش نخرج بها خلالها بجملة من المقترحات والأدوات العملية التي ستساعدنا في إطار العمل الشبكي مع مختلف الوزارات وبالأساس مع وزارة التربع مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبر سن وسيدة مندوبين جهوين لحماية الطفولة وسيد مندوب العام ووزارة الصحة لأنه كانت شريك فاعل ومهم بالنسبة لنا في الأنشطة هذه من خلال وجود سيدة عيدة نفاتي شار نيكول إذن هذا عمل كانت البيدرة من لدارة العامة للأمن العمومي لكن نحن أيدينا ممدودة لكيفة الهيكل المتدخلة لأنه لدينا إيمان راسخ بأنه حماية النشأة وحماية الفضاء التربوي تتطلب مقاربة تشاركية في إطار عمل شبكي ممأسس ونرى أنه مسئولية مشتركة بين جميع المتدخلين إخر الإحصائيات الأحصائيات هي أحصائيات على مستوى لأنه اليوم الدراسي هذا كان مواجه لولاية تونس الكبرى إذن الأحصائيات بش قدم هلك هي المساجلة على مستوى ولاية تونس الكبرى فقط لدينا خلال سنة 2021 555 555 طفل ضحية عنف في الفضاءات المدرسية ومحيطها مقابل 230 طفل هم من مارسوا شكل من أشكال هذا العنف سنة 2022 سجلنا 550 طفل ضحية و244 طفل قام بممارسات يعني وبأشكال بعض الأشكال من العنف وخلال سنة 2023 نجد لدينا 549 ضحية مقابل 236 طفل قاموا بأعمال عنف تجاه زملائهم التلاميذ أو تجاه الإطار تربوي أو تجاه الإطار الإداري أو حتى مع المترديين على الفضاء المدرسي من أولياء وغيرهم هذه الأحصائية هم ولاية تونس الكبرى إذا قارنناها بالمستوى الوطني إذا ما قارنناها بالمستوى الوطني نجد أن 20% من الضحايا على المستوى الوطني هم في مستوى ولاية تونس الكبرى و14% من المرتكبي هذا العنف في صنف الأطفال هم موجودين في ولاية تونس الكبرى شكرا شكرا لكم ورحبا بكم ونحن نراهن 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 على دور الإعلام في مشاركتنا في هذا المسار لما له من دور نراه استراتيجي وفعال في التحسيس والتوعية من أجل من أجل مواطنة ومن أجل حس مواطني لدى النشأة نسعى إلى تعزيزه ونسعى نسعى إلى تفعيله لدى كيفة الأطفال وكيفة النشأة شكرا لكم شكرا